موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد ما زال العالم الإسلامي يعيش أحد أهم أحداثه التاريخية الهجرة النبوية التي أعاد الله بها رسم خريطة العالم الدينية والإنسانية والحضارية كيف يتعامل المسلمون في واقعهم المعاصر مع هذا الحدث الجلل؟ هل فهموه جيدا؟ واستحضروا عبره ودروسه واستغرقوا في أسبابه ومآلاته؟ وكيف يمكن لهذا الحادث منتدة آثاره إلى يوم القيامة أن يسهم في إعادة بعث الروح الإسلامية بين أبناء الإسلام؟ هل ما زال هناك هجرة؟ أم أنها انتهت بفتح مكة؟ هذه محاور حلقة اليوم من برنامج مقاصد تأتيكم تفصيلاً بحول الله تعالى بعد هنيها للحديث عن هذا الموضوع نرحب بالدكتور محمد أنور البيومي أستاذ الحديث في جامعة الأزهر أهلاً ومرحباً بكم دكتور يا مرحباً بكم وأستاذ المشاهدين أستاذ جهاد بارك الله فيكم يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعى انطلاقاً من هذه الآية الكريمة المباركة نريد أن نسأل عن معنى الهجرة دكتور ومتى بدأت بالتحديد هل بدأت نعتبرها تعتبر الهجرة في العرف الإسلامي بدأت في شهر محرم حينما بدأ الإعداد والنية أم أنها بدأت حقيقة في شهر ربيع الأول عندما نفذ المسلمون فعل الهجرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وثم أما بعد الهجرة أصلها من مادة هجرة وهجرة بمعنى الانتقال سواء كان الانتقال والترحال مادي أو معنوي والاعتزال والاعتزال الشيء السيء أو الناس أو يعني اعتزال المكان وتركه إلى مكان آخر هذا معنى الهجرة ببساطة وفيه يقول ربنا جل جلاله والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله هاجروا وجاهدوا فلذلك الهجرة من لوازمها هذا المعنى اللي هو الانتقال مع الجهاد وبذل العمل والهجرة في الحقيقة لا لم يعني فيه تقرير لها في واقع الناس وفي واقع الشريعة وفي تقرير لها في واقع الناس والتقرير الذي في واقع الشريعة مخالف عن التقرير الذي في واقع الناس تقرير الهجرة في واقع الشريعة أو في حقيقة الشريعة بدأ من لحظة الإشراق لحظة إشراق الإسلام فحينما الحديث رقم ثلاثة في صحيح البخاري الحديث الثالث في صحيح البخاري حديث السيدة عائشة رضي الله عنها التي تقص فيه بداية الوحي و إشراق النبوة يقول رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة فكان لا يرى رؤية إلا جاءت في مثل فلاخ الصبح حتى حبب إليه الخلاء المهم إلى أن تقول وكان يتحنث الليالي ذوات العدد و التحنث التعبد حتى جاءه فجاءه الوحي إقرأ ما أنا بقارئ عاد يرتجف فقالت له خديجة رضي الله عنها تطمئنه و يعني تسكنه و تهدئه والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتقذ الضيف وتعين على نوائب الحق ثم قالت أخذته و ذهبت به إلى ورقة ابن نوفل و ورق هنا رجل كان قد تنصر في الجاهلية و قرأ الكتب السابقة و لليه من العلم و الخبرة ما يؤهله أو ما من الله عز وجل به عليه فقال كلمة حكيمة تبرهن عن بداية الهجرة و مسار الإسلام مع الدعائم الثلاثة له وهي الهجرة و الجهاد حيث قال رضي الله تعالى عنه لأنه أسلم فكما في ورد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت ورقة في الجنة فقال له ورقة ابن نوفل رضي الله عنه وليتني أكون فيها جذعاً أي شاباً قوياً إذ يخرجك قومك فهنا النبي عليه الصلاة والسلام تعجب من كلام ورقة أو مخرجيهم و لماذا يخرجونني وهذا يعني هم أهلي وهؤلاء وهذا وطني وهذه بلدتي و لماذا يخرجونني فيقرر ورقة المعنى الثاني وهو الأهم أو وهو المتمم يقول له ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي و في رواه ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا أوذي هنا يعني يبين حركة الدعوة ومسار الداعي مع الطواغيت ومع الكفار ومع المعادين له يقول له ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي أو إلا أوذي فلذلك يعني هو يرسم له طريقه وأنه طريق شائك وطريق شاق ويحتاج إلى صبر وجلد وجهاد وأن القوم لن يدعوه فلذلك يقول له ليتني أكون فيها جذعاً شاباً قوياً إذ يخرجك قومك أي لأنصرك فلذلك أو مخرجياً قال نعم ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا أوذي و الإذاء لا يقتضي السكوت إنما يقتضي على الأقل الدفع فلابد من هذا الإذاء من دفع يدفعه به فلابد له من آليات من المهم في هذا السياق ونحن لم يكن يمضي عشرة أيام على ذكر هذا الحدث الجلل نعيش العالم الإسلامي بأسره يعيش هذه الأجواء كيف ينبغي على المسلمين أن يفهموا هذه الهجرة في بعديها الحسي والمعنوي هل ثمت تفريق بين الهجرة البدنية والهجرة المعنوي إلى الصحة التعبير بعد أن نفصل؟ نعم بعد هذا الحدث حديث ورقة امتدت حياة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بين جذب وأخذ ورد وهكذا 13 سنة ثم بعد ذلك حدث الإعداد للهجرة حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أريت دار هجرتكم أرض سبخة بين لابتين يعني بين حرتين أو جبلين وهي يثرب فمن هنا انطلق الصحابة رضي الله عنهم إلى المدينة وحتى الذين كانوا قد خرجوا إلى الحبشة عادوا والذين كانوا في الحبشة عادوا وهاجروا إلى المدينة وأما أبو باكر فراحة يتجهز فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك يا أبو بكر فإني لم أوذن بعد وهي الصحبة يا رسوله قال بلى إن شاء الله فصحبه وجهز أبو بكر راحلتين أربعة أشهر مكث فيها أربعة أشهر فحتى خرج به النبي صلى الله عليه وسلم كما تحكي لنا كتب الحديث وكتب السيرة الهجرة في بعديها الحسي والمعنوي عفوا نذكرني بالسؤال يعني أنا أريد أن أسألك عن يعني بعد أن تفصل لنا معنى الهجرة الحسية أو البدن ومعنى الهجرة المعنوية نريد كيف يمكن للمسلمين أن يفهموا هذا الحدث فهما حقيقيا أصوليا شرعيا نعم الهجرة في الحقيقة عندنا في الشريعة تنقسم قسمين هجرة حسية وهجرة معنوية الهجرة الحسية هي الانتقال من المكان إلى مكان آخر أو فالانتقال من بلد الظلم إلى بلد الإسلام ومن بلد المعصية إلى بلد الطاعة ومن مكان المعاصي والفحش إلى مكان الطاعة فلذلك هذه نقلة حسية ملحوظة ملموسة أما النقلة الأخرى وهي النقلة المعنوية فينتقل من حال إلى حال فإذا كان الانتقال من حال الطاعة إلى حال المعصية فهذه هجرة محمودة بل واجبة وأما إذا كان الانتقال من حال الطاعة إلى حال المعصية والتدهور في الطاعة فهذه انتكاسة ولذلك يقول الله تبارك وتعالى فيها فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا فهذه الارتكاسة هي من معاني الهجرة المعنوية وهي مذمومة أما الهجرة المعنوية بمعنى الانتقال من حال المعصية إلى حال الطاعة فهذه محمودة لكن الهجرة الحسية نعود إليها الهجرة الحسية وهي الانتقال من مكان الكفر إلى الإسلام والظلم إلى العدل والجور إلى البرل والإصلاح فهذه ابتدأت لم يمتدئها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانت سنة الله عز وجل في الأنبياء وقال الذين كفروا لرسولهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا قالوا أولو كنا كريم كانت كوكبة النبوات تسير في هذا الطريق الشائك الظالم مع الكفار ولهذا الكفار في كل زمان ومكان مع الإسلام لا يقبلون الحيادية هؤلاء كذبة ليسوا حيديين وليس عندهم عدل هو خيار إما أن نخرجكم وإما أن تكونوا مثلنا قال الملأ الذين استكبروا من قوم شعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا تم البديل أو لتعودن في ملتنا تعبدون الأصنام كما نعبدها إما أن تعيشوا كما نعيش يعني كفارا ملاحدة فساقا ظلمة هكذا يعني كالحيوانات أو تتركوا هذه الأرض لماذا؟ لأن وجودكم ينغص علينا حياتنا نحن نضيق بكم كل ما رأيناكم فإما أن تعيشوا كما نعيش لا تكونوا شذاذا عننا أو تخرجوا وقال الذين كفروا هذه سنة الله في الكفار والأنبياء وقال الذين كفروا لرسولهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا ولذلك قال الله نفس التعبير إلا تنصروه أو التعبير نفسه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا هذه سنة الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار هم لا يطيقون طهارته ولا يتحملون شرفه ولا يتحملون عباداته ولا يتحملون عدله وإحسانه هم يريدونه أن ينغمس في الوحل الذي هم منغمسون فيه وأن يغوص في الفسق الذي هم غائصون فيه وأن يغيب في الفساد الذين هم مغيبون فيه حتى لا تكون طهارته يعني تذكيرا لهم بمآثمهم وحتى لا يكون شرفه تذكيرا لهم بمسالبهم فلابد أن تعيش كما نعيش فلذلك السنة هكذا مضت مع النبيين وليس هذا أمرا يعني بدعا أو محدثا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ديان هناك في عفوا في بدر إنما هنا الكفار أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لابد أن يبحث بعد أن ضاقت مكة بالدعوة والداعية والرسالة والرسول والصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام كان لابد أن يبحث عن أرض خصبة هذه الأرض الخصبة هي مقررة في علم الغيب ومكنون الشريعة كما قدمنا واخد بل صعدتك فلذلك ليس هذا ليس تحديد مكان الهجرة عبقرية من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان هو عبقري صلى الله عليه وسلم بأبي وأمه وليست باجتهاده صلى الله عليه وسلم وإن كان أهلا للاجتهاد إنما كان كل شيء محدودا مرسوما بالقدر الأعلى الرباني جل جلال الله وعز ولهذا قال أريت دار هجرتكم أراني الله عز وجل دار الهجرة فهاجروا إليها إنها يثرب فلذلك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل من مكة التي ضاقت هي أرض ضاقت بالرسالة إلى أرض تتسع بالرسول والرسالة وأصحابه وهذا ما كان فأسس النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة دولة الإسلام وصارت الهجرة الحسية يعني سنة في الناس إلى يوم القيامة لم تنقطع ولن تنقطع لكن الذي انقطع هو الهجرة من مكة إلى المدينة لأن بالفتح عادت مكة دار إسلام ومركزا من مراكز الدين الكبيرة المسلمون عندما يتعاملون مع الهجرة فهما ما المقاصد التي ينبغي أن يفهمونها من هذه الهجرة ما المقاصد التي سعى إليها الله سبحانه وتعالى من تهجير النبيه والصحابات من مكة إلى المدينة نعم المقاصد التي ينبغي أن يفهمها المسلم إذا هاجر ليحققها ويلتزم بها والقيم التي ينبغي أن يكون عليها في هجرته أو بعد هجرته هو لماذا يهاجر؟ هو الهجرة يعني ليست نزهة وليست فسحة وليست سفرا وليست بحثا عن أرزاق وليست بحثا عن حريات كما يقال ولا عن كرامات كما يقال ولا عن أوطان كما يقال إنما الهجرة هي فرار من الظلم إلى العدل وتأسيس لدولة الإسلام في أرض صالحة وفرار بالدين ولذلك في حديث أبي سعيد كما في الصحيح يؤشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها رؤوس الجبال ومواقع القطر فرارا بدينه من الفتن وقالت عائشة رضي الله عنها لما سألها عبيد بن عمير الليثي عن الهجرة هل هي باقية أم انقطعت؟ قالت كانت الهجرة في عهد الرسول صلى الله عليه إلى الله وإلى رسوله أما وقد أمن الناس فلا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية كان الرجل منهم يهاجر فرارا بدينه فأنت تهاجر من أرض الظلم فرارا بدينه لأنه مع أنه الآن لا يجوز الهجرة من أرض الظلم إلا بشروط هذا سنبحثه بعد الفاصل لو أذنت لي يجب أن يذهب إلى الفاصل فاصل قصير تتبعه عودة لاستئناف الحديث مشاهدين الكرام ننويه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة رافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات لذا يرجى من متابعين الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد أسعدكم الله ما زلنا سويا في حديث الهجرة النبوية دكتور قبل أن نستأنف حوارنا وما يربط بين ما يحصل الآن في العالم العربي والإسلامي وبين الهجرة النبوية قبل ذلك أرد فقط أن أستكمل معك قضية الهجرة المعنوية والهجرة الحسية لا هجرة من مكة إلى المدينة انتهى الأمر لكن الهجرة ما زالت مستمرة الهجرة الحسية وحتى الهجرة المعنوية بصور أخرى الهجرة الحسية مستمرة والهجرة المعنوية هذه لا تنقطع الهجرة الحسية قلنا أنه يفر بدينه من الفتن أو يفر من الظالمين المتمكنين المستحكمين الذين لا يستطيعوا مواجهتهم فهذا وعلى أن تكون هذه الهجرة إلا أن يكون متحيزاً إلى فئة ليس فراراً منهم إنما أن يكون محتحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة أما وهذه الهجرة الحسية باقية وقد لام الله عليها المستضعفين وقال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قال ألم تكن أرض الله وسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وقال يا عبادي الذين آمنوا إن أرض واسعة فإيايا فاعبدون هذه الآية تلكم كل من يتكلم عن الحدود والسدود والطراب والشجر لكمات متتابعة إن أرض واسعة أي لا حدود لها لا سدود لها الأرض لله والملك لله فلماذا لم تهاجروا فيها إن أرض واسعة فإيايا فاعبدون هذا مقصود الهجرة تحقيق العبادة العبودية لله في الأرض أما الهجرة المعنوية حتى لا نطيل الهجرة المعنوية وهي هجرة الذنوب والمعاصي والفحشاء وكل ما يغضب الله عز وجل وكل ما لا يرضاه ربنا تبارك وتعالى فالمسلم من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم والمسلم من سلم المسلمون من لسانه والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه وقال النبي عليه الصلاة والسلام تركت هجرت الشرك الهجرة ترك الشرك أو هجر الشرك كما في حديث أبي سعيد ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا بهذه الهجرة وهي هجرة الذنوب وهجرة هجر التوبة لأننا لا نستطيع أن نكون معصومين ونحن لسنا معصومين إنما المقصود هنا هجر التوبة وهجر هجر الاستغفار حتى لا نأتي يوم القيامة ويقال لنا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا أي هجروا تلاوته والعمل به والدفاع عنه ونصرته ونشره في العالمين هذا من معاني الهجرة المعنوية التي ينبغي على المسلم أن يحفظها دائما أما الهجرة الحسية فقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك قياسات من قبل بعض أهل العلم أو من بعض العلماء ومن بعض الدعاة على ما يحصل في بعض البلدان العربية وربطه بالهجرة النبوية بمعنى أن هناك كثير من المسلمين فروا من بلادها من أنظمتها السياسية المستبدة وربطوها بفرار النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام من بطش أهل مكة هل ثمت وجوه للربط هنا بين هذه وتلك نعم في وجوه أن النبي عليه الصلاة والسلام يشرع للناس جواز الهجرة وجواز الفرار من الظالمين الذين لا يستطيعوا أن يواجههم يشرع للناس أن التحرف إلى قتال والتحيز إلى فئة مؤمنة هذا مشروع لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى المدينة لم يذهب إلى المدينة لينام ويستظل في الظل وإنما ذهب وينشئ مشاريع استثمارية وينشئ تجارات وصناعات لا ما ذهب لهذا إنما ذهب صلى الله عليه وسلم ليؤسس قاعدة ودولة إسلامية تنطلق منها كتائب الموحدين والمجاهدين والمبلغين والمبشرين بدعوة الله تبارك وتعالى هؤلاء قوم عاشوا لدينهم رضي الله عنهم وأرضاهم سواء كانوا من المهاجرين أو من الأنصار فرضي الله عن الجميع لكن عبد الرحمن بن عوف ذهب إلى السوق وعمل واشتغل وصنع عماله وصار ثريا بعد الهجرة صحيح لكن هنا تجرنا إلى الكلام عن الأنصار رضي الله عنهم فالأنصار رضي الله عنهم لما جاءهم إخوانهم المهاجرون قال أنس جاءوا لا يملكون شيئا فأعطاهم الأنصار أرضهم على أن يتقاسموا الريع بالمواصفة وقال له سعد في حديث عبد الرحمن وهذه الحديث في الصحاح قال له سعد قال عبد الرحمن آخر النبي بيني وبين سعد وقال سعد بن الربيع يا عبد الرحمن عندي داران ولي أمرأتان وأنا أكثرهم مال خذ مالي انتصفه وامرأتايا خذ منه يعني أنظر أجملهما واختار منهم الأجمل والأحسن وطلقها لك إيش هذا؟ هذا خيال عند الناس خيال لكن ليس خيالا إنها صنعة الله والرجال الذين ربهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا على هذا القدر من البذل والتضحية والإيمان لدرجة أن الواحد منهم كان ينزل عن ماله ومرأته وداره لأخيه المهاجر لكن حينما تنظر بإكبار وإعظام إيثار سعد لابد أن تنظر أيضا بالإكبار نفسه والتعظيم نفسه لتعفف عبد الرحمن رضي الله عنه فقال له يا أخي بارك الله لك في أهلك ومالك أين السوق دلني على السوق وهنا غدا عبد الرحمن إلى السوق يبيع ويشتري ويتاجر نحن لا نحرم التجارة هذا لذلك أنا استدركت عليك دكتور عفوا بالسؤال بمعنى أن هذا وذاك يعني ممكن أن يقيم مشروعا استثماريا أن يعود على الدعوة بالخير والفلاح أي ولكن لا يعيش فيه ولا يعني هذه وسيلة وليست غاية عبد الرحمن رضي الله عنه جعل تجارته وماله ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم له وسيلة للغاية التي هاجر من أجلها وينصرة الدين أما أن يعيش المسلم داخل مشروعه ويتقوقع فيه استهلك وقته وقته وقهده وفكره وكلما ما الذي أبقيته لنسالتك التي هاجرت من أجلها لا شيء ثم تمن يخالف هذا يعني شيئا من تفاصيل المفهوم الذي تتحدث عنه في موضوع الهجرة في وقتنا الراهن يقول لك في كثير من الدول التي حصل فيها حراك شعبي وسياسي الأخري هناك أناس يدخلون المساجد ويتعبدون الله فبالتالي يطعنون في هجرة من هاجر من تلك البلدان كيف يمكن توضيح هذا اللبس يعني يقيمون الصلوات ويقومون الليل ويدعون أين يقيمون الصلوات في المساجد في البلاد التي هجر منها نعم في مصر والشام وإلى آخر هذه البلدان تقام فيها صلوات الجمعة ويدعى على أعداء المسلمين من الكافرين والناس يعني تقوم بشعائرها فهذا أولئهم أنفسهم يطعنون بهجرة من هاجر وتسبب بما تسبب لا أنا أبشرك أن كثيرا من المساجد في هذه البلاد لا تقام فيها صلوات الجمعة بحجة كورونا أو غير ذلك بينما تقام الحفلات وتفتح لكن عن الهجرة أتحدثنا نعم الهجرة يطعنون بهذه الأشياء في الهجرة نقول ونكرر ونقرر ليتقرر ليس الإسلام هو الصلاة الإسلام ليس هو الصلاة وما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل إقامة الصلاة كان يصلي وكان الكفار ارتضوا من أبو بكر أن يصلي في داره وأن يدخل في داره ويصلي لكن أبو بكر رضي الله عنه كان يريد أن يصلي ويعبد ربه كما أمره الله فلذلك لما دخل في جوار ذلك الكافر بن الدغنة القاري شكته قريش فقال له يا أبو بكر إما أن تكف عنا هذا وإما أن ترد علي جواري قال رددت عليك جوارك على أن أعبد الله كما أراد فلذلك من كان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في مكة ولا يصوم في مكة فهو مقطع كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويتصدق ويصلي هو وأصحابه والآيات المكية في هذا كثيرا وخبال حضرتك منها مثلا سورة المعون أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين إذن فيه طعام للمسكين وفيه يتيم وفيه صلى وفيه كل هذا موجود في مكة ومع ذلك الصلاة ليست هي الدين الزكاة ليست هي الدين الأخلاق ليست هي الدين هي من الدين إنما في الحقيقة الدين ما جاء ليقود لتقوده الطائفة المشركة أو الكافرة أو العلمانية أو الليبراد لا الله لا بد أن يحكم ملكه ومن حكم في مال كما نقول مرارا من حكم في مال يا ناس فما ظلم فالله يريد أن الله قرر أنه هو الذي يحكم ملكه وأن تحكم كلمته ملكه تبارك وتعالى قال جل جلاله ما كان لنبي ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتابة والحكمة والنبوة ثم يقول للناس يكونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربنيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون فكل النبيين جاءوا يعني الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من سبقه أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لكل الأرض ولكل الخلق أما من سبقه فكانت محدودة بالزمان والمكان والعباد فكان النبي إذا جاء يحكم ما تحت قدميه وما وصلت إليه يداه بكلمة الله عز وجل هكذا جاء يعني أفهم من كلامك دكتور محمد أن الهجرة من غاياتها أو ربما تكون أعلى غاياتها وغاية غاياتها هي التغيير الجذري الجذري نعم نعم يعني العودة إلى الديار للتغيير فيها لصالح الإسلام لصالح عودة الإسلام وتحكيم الإسلام نعم لإقامة الدولة المسلمة ولإقامة حكم الله في الأرض ولإقامة العبدي يا عبادي إن أرض واسعة فإيايا فاعبدون هل كان رسول الله لا يعبد ربه في مكة إنما العبادة بمعناها الواسع ليست الشعائر أن يكون المسلم عبدا لربه في علاقته بالناس وعلاقته بالكون وعلاقته بالله وأن يسمع ويطيع لكل ما قرره رب العالمين هذه معنى العبودية التي أرادها الله وإلا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام يصومون ويصلون ويزكون في مكة رضي الله عنه كانوا يصومون عشراء في مكة بعض الدعاتي وطلبة العلم يعني يتحدث عن موضوع أنه هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى وطنه وتدغدغه مشاعر الوطنية في قضية الهجرة كيف يمكن ضبط هذا المفهوم دكتور محمد بحيث أنه إذا من هاجر من نصر أو من هاجر من الشام أو من العراق وغالبه الحنين إلى أرضه كيف يمكن ضبط فهم الهجرة فهما بحيث لا تنقلب إلى قضية وطنية وتبقى حاضرة في الذهن قضية شرعية كيف يمكن ضبط هذا الأمر هو أولا من يتكلم في هذه الجزئية يكذب على الله وعلى رسوله فيدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقف على مكة وعلى مشارف مكة وقال إنك لا أحب البلاد إلى الله وخير أرض الله ولولا أن أهلك أخرجون منك ما خرجت أي لأنها وطنة لا يا أخي لأنها وطنه لا يا أخي ليس هذا انظر إلى الحديث يقول إنك لأحب البلاد إلى الله لأنها أحب البلاد إلى الله لا يريد أن يخرج منها ولأنها خير أرض الله لا يريد أن يخرج منها لا لأنها وطنه الذي ترعرع فيه كما يقولون وتربى فيه سيكسبيك وما كانش للسجهة ولم تكن هناك هذه الرسومات التي حددها الكفار بعد ذلك حتى يتشبث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن لا ننكر فطرة الإنسان في تعلقه بداره التي نشأ فيها وشوارعه التي رأت شبابه وطفولته وترعرعه لا ننكر هذه الفطرة إنما نحن عندنا حب المال فطرة وحب النساء فطرة وحب الرياش والغنى فطرة لكن هذه الأمور ضبطها الإسلام بقواعد وقوانين وأحكام لا بد أن تسير في وفق هذه القواعد وإلا هذا فسق وفجور وخروج عن شريعة الله تبارك وتعالى كل ما تحبه ينبغي أن يكون المحبوب أولا جائزا شرعا وثانيا أن تحبه وفق ما قرره الله تبارك وتعالى وإلا سيكون إيمانك يا أخي مجرد كلام وإيمان مجرد أرسال كالطيور المرسلة في الجو لا قيد لها ولا ضابط أما إذا كانت عندنا ضوابط الشريعة فيكون الإيمان صحيح هنا فلذلك نقول أنه لا علاقة بما يقولونه بالوطنية هنا الوطنية لا يعرفها الإسلام لأنه لا وطنية في الإسلام الأرض كلها لله والمسلم حيثما وجدت شريعة الله في أرض فهي وطنه وحيثما وجدت العقيدة فهي وطنه فلذلك بعد هذا هل عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة رغم أن الله تبارك وتعالى بشره وهو خارج من مكة في قوله تعالى إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَدُّكَ إِلَى مَعَدْ أَيْ إِلَى مَكَّةَ ومع ذلك إن دبي عليه الصلاة والسلام لم يعيش في مكة يا راجل لم يعتكف ليلة واحدة في المسجد الحرام لم يعتكف ليلة واحدة في المسجد الحرام إنما كان كل اعتكافه صلى الله عليه وسلم عليه في المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام بعد أن فتح مكة عاد إلى المدينة وهنا خاف الأنصار أن تتسرب إلى نفس النبي صلى الله عليه وسلم تلك المعاني التي يعني يتقاذفها من ينتسبون إلى العلم الآن ويكتبون من الوطنية وهكذا وقالوا إيه النبي عليه الصلاة والسلام فتح الله له مكة وعاده منتصرا مضفرا إذن سيبقى في مكة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بل المحيا محياكم والممات مماتكم ومع أن الله تبارك وتعالى قال في قرآنه المجيد وما تذري نفس بأي أرض تموت أيها نعم إلا أن يدريها الله وقد أطلعه الله عز وجل أن مماته في المدينة المنورة ومكة بالنسبة له هي البلد الحرام الأمين الذي كرمه الله عز وجل وشرفه وجعل فيه جلاله وأما المدينة فهي البلد الحرام الأمين الذي جعل الله فيها جماله وأنوار الوحي وجلاله في المدينة فلذلك من يريد أن يربط الناس بالطراب والحدود والسدود والقيود والرمال والأشجار هذا رجل يفكر برجليه لا علاقة له بدين ولا علاق هو من أتباع سيس كيس بيكو أما المسلم الأرض لله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ما ألشي لفلان ولا فلان قل لله يا عبادي إن أرضي واسعة فأعبدون فلذلك لهذا جعل الله المسلم ينساح في أرض الله لأرضه أرضه وليست أرض فلان ولا فلان ولا فلان ولذلك هذه حقيقة قرآنية نطق بها موسى صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال إنها عصبية لمحمد عليه الصلاة والسلام ولا عصبية للإسلام الذي جاء أي الدين الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لا هذه سلة الله في الأرض وقال موسى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وقال ربنا تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يلثها عبادي الصالحون فمذامت الأرض بعض ملك الله تبارك وتعالى إذن فليحكمه رب العالمين بما يشاء كيف شاء فلذلك خول الله عز وجل من سماه خليفة إني جاعلك للناس خليفة يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس فلذلك هذا الخليفة هو الذي خوله الله عز وجل أن يحكم ملكه وأن يحكم أرضه أما يحكمه إبليس ويحكمه الشيطان ويحكمه أي من يحكمه باسم إبليس هذا من يقرر هذا من يرضى بهذا من يشرعن لهذا هذا لا يجوز في دين الله عز وجل أبدا أنت لا تقبل أن يأتي أحد يحكم بيتك وأنا لا أقبل أن يأتي أحد يحكم بيتي وهذا لا يقبل أن يأتي أحد يحكم بيتي فكيف يعني تجوزون هذا في ملك الله جل جلاله أن يحكمه إبليس هذا لا يكون أبدا نعم لابد من وقفة أخيرة إن شاء الله ثم نستكمل الحوار وقفة أخيرة ومن ثم عودة لاستكمال الحلقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نجدد الترحيب بكم دكتور الله يحفظكم ويحفظ أفضلنا جميعا دكتور تحدثت نقطة مفهوم الوطنية كما يصور لدى كثير من طلبة العلم والدعاة في وقتنا الراهن لكن الآن هناك كثير من أبناء العرب فروا بدينهم من أنظمة سياسية مستبدة ما الحال التي ينبغي أن يكونوا عليها فهما وسلوكا وقولا وعملا وهم في بلاد اللجوء انطلاقا من ذكرى الهجرة النبوية ما الحال التي يكونوا عليها في فهمهم لهذه الهجرة اليوم هو في الحقيقة أن يكونوا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة أن يجعلوا الأماكن التي خرجوا إليها وهاجروا فيها أن يحولوها إلى المدينة المنورة صحيح على قدر ما يستطيعون الله لا يطلب منا إلا ما نطيقه فلذلك رقم واحد أن تبقى فكرته حية في نفسه وضميره وأولاده لكن حينما ينحرف المسلم عن الفكرة وينجرف وراء التيارات المغرضة والأفكار المنحلة والتصورات الفاسدة ويترك فكرته تعلم أن هذا الرجل قد فتن وأنه قد تنازل عن الفكرة التي هاجر من أجلها وليتهما هاجر ولذلك هذا مسكين لأن الله تبارك تعالى قال والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ثم قتلوا أو ماتوا وقال والذين هاجروا في سبيل الله لنبوي أنهم من الدنيا حسنة إذن لا بد من الهجرة في سبيل الله أن تكون الهجرة في سبيل الله فإذا كانت الهجرة في سبيل الله إذن يعيش المسلم في سبيل الله أن يرصد حياته كل وقته وكل ماله وكل ما يملق فكره لهذه الغاية وحتى وسائل المعيشة يجعلها خادمة لهذه الغاية هذه واحدة الثانية أن يعيش مع أمثاله وإخوانه وأضرابه الذين هاجروا مثله أن يعيش معهم ولهم وبهم لا يتهاجرون لا يتخاصمون لا يتناحرون فلذلك يعني حينما تجد المهاجرين على غير هذا النحو اعلم أنهم قد انحرفوا أيضا لا يصح أن تفتنهم الدنيا ولا أن تفتنهم مظاهرها ولا زخارفها ولا يلهثون وراءها عليهم أن يرضوا منها بالقليل ليتفرغ لهم وقتهم وجهدهم وطاقاتهم للغاية أن تكون لهم هناك تستطيع أن تسميها رؤية مستقبلية خطط خمسية خطط ثلاثية للعمل لأمر يعملونه إنما يهاجي أخرج الناس ويفرغون بدينهم ثم يذوبون في المجتمعات التي خرجوا فيها يعيشون كما يعيش عوام الناس ويعيشون كما يعيش سفلة الناس هذا ما يصح ولذلك لا نستطيع أن نقول أن كل المهاجرين على هذا النح هناك فيه يوجد مهاجرون في الحقيقة نماذك صالحة وطيبة ينبغي أن يحتذى بهم يبلغون دعوة الله ويمشرون دينه ويعملون لدين الله ونصرته ولكن الجهد المبذول في هذا أو الدائرة ضيقة في الحقيقة فلذلك أثرها قد لا يكون ظاهرا ملموسا أو ضعيفا أو أثره ضعيفا أيضا أن ينظر إلى ما الذي أجبره أو أكرهه على ترك مكانه الذي كان فيه وعلى الهجرة من بلاده التي كان يعيش فيها نقول عليه تصحيح المواقع وتصحيح التصورات وتصحيح الأوضاع وتصحيح الفلسفات والفقهيات لا بد من هذا وأن ينقلع من كل أثر أو من كل فكرة أو من كل تصور كان سببا في هزيمته وأن يؤدي به إلى هذا الحال أن يخرج من ماله ووطنه وأرضه وبلده إلى أرض أخرى نحن قلنا نحن لا نستمسك بالطراب والأرض إنما عليه من الذي جعل الكفار والظلم والمجرمين يستطيلون عليه عليه أن يعيد النظر في مثل هذه الأشياء فهذا معنى الهجرة الهجرة أن تهجر السوء وأن تهجر الفساد الرجل الذي قتل التسعة وتسعين نفسا لما استفت هذا العابد الجاهل قال له لا توبة لك فقط له وأتم به المئة واستفت رجلا عالما فقال ومن يحول بينك وبين التوبة ولكن اخرج من هذه الأرض إلى أرض كذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله تعالى معهم فخرج خرج هذا تصحيح للتصورات وتصحيح للأوضاع وتصحيح للمواقع خرج من هذه الأرض الفاسدة الموبوءة وذهب إلى أرض صالحة وأدركته المنية بين البلدين وأدركته رحمة الله ولطفه وحنانه فجاءته ملائكة الرحمة وأخذوه بعد محاورات فعلى المهاجر أن يدرك هذه المسائل وإذا لم يجد يدا تعينه عليها فعليه أن يستعين بالله ولو أن ينشغل بالعلم والتصحيح ما الذي حدث لأن الهجرة النبوية والهجرة المعنى الحسية أو معنوية فيها جانب نظري أو استاذ جهاد ينبغي أن يعلم ينبغي أن نفقهه نفقه أحكامه متى نهاجر ومتى لا نهاجر أي أرض نهاجر إليها هل يجوز الهجرة إلى بلاد الكفار ومتى يجوز ومتى لا يجوز لابد الجانب النظري أن ندرسه دراسة صحيحة وهل هجرة هذه مفارقة للحدود والسدود والأوطان كما يقال أم هي انتقال من أرض الله إلى أرض الله واستصحاب معنى الدين فرارا بدينه ولم يقل فرارا من دينه صلى الله عليه وسلم إنما كان الرجل يفر بدينه كما قالت عائشة إلى الله ورسوله ولم يكن يفر بدينه إلى قوم وإلى وطن وإلى بلاد أخرى وإلى تجارات لا إلى الله ورسوله فلذلك عليه أن يستصحب هذه المعاني معه وأن يعيش فيها أبدا الظهر وإلا مسكي سيخصر سؤال قد يسأله أي مسلم دكتور يعني كثير من طلبة العلم والعلماء والدعاة هاجروا هربا من الاستبداد السياسي ودخلوا في بلدان اللجوء لكن من غير أن ينعكس على بلدان اللجوء تغيير حقيقي بأثر هؤلاء المهاجرين بالعكس ترى أن المهاجرين غرقوا مثلا في مسائل العمل والبحث عن الندوات والمعارض وإلى آخره على حساب الفكر الأساسي التي هاجروا من أجلها ضمرت في فكرهم ما الذي يحصل لماذا دكتور؟ هو المهاجر أو المسلم عموما لا يحاسب على النتائج عليه أن يسلك الوسيلة الصحيحة للغاية الصحيحة هذا هو المطلوب منه أو المستعبد به أن يسلك الوسيلة الصحيحة للغاية الصحيحة إنما هو يحدد غايات من رأسه أو يحدد وسائل من رأسه ويترك الوسائل أو الغايات التي شرعها الله عز وجل وألزم عباده بها هذا هو الضلال المبين ولذلك يحدث أنه يحدث ضمور في النتائج أو غياب للنتائج الصالحة بسبب هذا إما أن يكون بسبب الوسائل المتخذة غير شرعية أو الغايات حصل فيها تحريف وتجريف وتغيير ولذلك لا أثر لهم في بلاد المهجر كما يقال أو أثرهم ضعيف لأن حصل تحريف إما في الوسائل بالزيادة أو بالنقص إما في الغايات بالزيادة أو بالنقص فلذلك إذا سلك المسلم الوسيلة الصحيحة وطلب الغاية الصحيحة بالوسيلة الصحيحة لا يلام على النتائج ولا يحاسب عليها فالنتائج هذه بيد الله تبارك وتعالى هو الذي يعين عليها بدقيقة أو أكثر بقليل دكتور يعني كل من هاجر بغير نية فربما لم ينال أجر الهجرة عليه أن يصحح نيته نعم الهجرة لها فضائل عظيمة جدا أنها تكفر الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر بن العاص العمر بن العاص أما علمت يا عمر أن الهجرة تهدم ما كان قبلها أي من الذنوب والله تبارك وتعالى جعل الهجرة توسعة في الرزق والعطاء ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة والهجرة من لوازمها الإعداد للجهاد والإعداد لبناء الإسلام ونشر الدعوة إذا غابت كل هذه المعاني عن المسلم فعليه أن يعيد ترتيب النيات والمقاصد التي من أجلها خرج هل هو خرج في سبيل الله وهل هو مستصحب لهذه النية وتلك الغاية أم حصل فيها شيء وخلال عليه أن يعيد النظر في هذا لأن الله ربط الهجرة في سبيل الله عليه أن يعيد النظر ويصحح نيته حتى لا يكون كحاطب في الليل أحسن هذه في دقيقتين ماذا يمكن أن تقول عن موضوع الهجرة مما هو في رأسك أو في بالك أو في وجدانك ولم أسألك عنه نعم جزاك الله خيرا أنت أحط بالموضوع ولكن أنا أريد أن أذكر نفسي وأذكر إخواننا السامعين بأن الهجرة ليست انتقال كما يقول بعض شيوخنا ليست انتقال موظف من بلد قريب إلى بلد نائي ولا سعي وراء رزق ولا نزهة في البلدان ولا هي للتعرف على عادات الناس وتقاليدهم وبلدانهم لا ليست الهجرة لهذا الهجرة في سبيل الله كما قال ربنا تبارك وتعالى والذين هاجروا في سبيل الله لنبو أنهم من الدنيا حسنا ونأجروا الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون وقال ربنا تبارك وتعالى فأما الذين فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديالهم وأوذوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات هذه الآيات كلها تحدد معالم الهجرة وما لي محا أيضا على المسلم أن لا يقدم شيئا على دينه لا أرضا ولا ترابا ولا مالا ولا زوجة ولا أي شيء ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم كما فعلت السيدة أم سلامة وزوجها رضي الله عنهم حينما حيل بينهم وبين الهجرة ترك أبو سلامة ترك زوجته وولده وهاجر وبعد ذلك أدركته رحمة الله أيضا صهيب حينما ترك ماله فلا بد للمسلم أن يستعلي بدينه على كل شيء آخر أشكرك شكرا جزيلا لا فضفوك دكتور محمد ختم المشاهدين الفاضلين أشكرا ضيفية الكريم الدكتور محمد أنور البيومي أستاذ الحديث في جامعة الأزهر كل الشكر لكم على حسن المتابعة في حراسة المولى اشتركوا في القناة